رئيس مجلس الأمورزق الغانم أعلن أنه بصدد دعوة الحكومة لاطلاع المجلس على آخر التطورات حول مسألة خور عبدالله في جلسة سرية من جهته دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة إلى أن تأخذ المظاهرات العراقية حول خور عبدالله على محمل الجد مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسبا لأي إطار قد يحدث وحتى لا تعاد كارثة الغزو العراقي وفي هذا الإطار كانت هناك تصريحات نيابية متفرقة للرأي حول الموضوع والتي دعت في مجملها إلى ضرورة التعامل بجدية مع القضية هذه الإثارة التي تقوم نعرف من أن يقف رأها هذه معظمها أحزاب مولة من إيران ودعومة من إيران وإيران هدفها يعني إقلاق الكويت ومثل ما كانت جاءت في خلية العبدالله ولها دور في زعزعة الأمن الداخلي لها دور الآن في تحريك أطراف الكويت يجب أن تكون حازمة أمام مثل هذه المواقف وأن ترسل رسالة قوية للجانب العراقي برفض هذه الإدعاءات وعدم القبول بمساس سيادة الكويت وكرامة الكويت الكويت دولة مستقلة وأي شبر من الكويت يتعدى على أحد راح يتفع ثمن ماكو شك هناك رب العالمين حافظ هذه الدولة هذا جانب الجانب الثاني الشؤال الأهم هذه الاتفاقية اتفاقية خور عبدالله ومين انبارك والحدود البحرية وغيرها وقرت من قبل من؟ وقرت من قبل الكويت من عزلة؟ لا وقرت من قبل الكويت والعراق تحت مظلة الأمم المتحدة إذا كنا لا نحترم المواثيق الدولية فلا نجلس هذه الاجتماعات هناك مواثيق دولية نحترمها جميعا وقرت هذه الحدود وفقا لهذه المواثيق وهذه المعادات الدولية يجب أن يكون هناك حذر في التعامل معهم عدم التجاوب معهم لأن اللغة لنسمعها لغة إرهاب وتهديد وهذا غير مقبولة وإطلاقا الكويت لها سيادتها ولها احترامها واتفاقيات الدولية والقرارات الدولية أكدت الحق الكويتي في خور عبدالله وفي كل القرارات المتعلقة بالحدود والترتيبات لذلك غير مقبول ولا إذا قبلنا له جزئيا التعاطف معهم أو التعامل معهم ومع مطالباتهم الابتزازية نسميها على الجانب المالي ولا الجانب الأرض ولا جانب الثروات الطبيعية راح يكون هناك مطامع أكبر في المستقبل لذلك يجب أن نقف وقف حازمة ضد كل هذه الإدعاة والإفتراءات